محافظة الدقهلية بتشتهر وبيغلب عليها الطبع الزراعة والزراعة وأيضا دائرة شربين يغلب عليها الزراعة حاوزين نتكلم بقى عن الدائرة الدائرة لها مقعدين في برلمان 2015 تتكون من كم قرية كم نجعة هل هي كبيرة هل هي صغيرة بعض المشاكل اللي بنخوض فيها في هذه الدائرة الدائرة فيها أكتر من حوالي من 40 بلد على مستوى الدائرة من الوكالة حتى شربين ومن شربين حتى رأس الخليج بصوات كريم الدين ومحلة مشاء والعزب وعندنا الشناوي والحطبة والدبوسة وعندنا منطقة اسمها منطقة بجلال بتضم أكتر من 25 عزبة فالدائرة واسعة والدائرة كبيرة فيها حوالي من 260 ألف أو 250 ألف صوت في صوت انتخابي قطة تصويتية وانت بتقول أن محافظة دالية بتشتير بالزراعة النهاردة محافظة دالية بتشتير بالزراعة ولكن الزراعة فرغت من أصول المهنة نعرف لي بقى فندم الفلاح بدأ يهجر أرضه بدأ تتحول الرقعة الزراعية هنا إلى الرقعة الصناعية يعني دي مشكلة على رأس المشاكل اللي بيعاني منها الفلاح في محافظة دالية بشكل عام هو أولا القانون اللي أنا بعتبره كان قانون ظالم أنه هو فرغ مهنة الفلاحة من أصول الفلاحة والنهاردة الفلاح الفصيح ما عادش موجود النهاردة القانون اللي هو إدى الأرض من المشتاجر للمالك آه هو حق المالك ولكن كان مفوض يرفع عليه الإيجار ما يسحبش أو يديني القانون الحقية أنه ياخد الأرض لأنه نحن الأرض دي راحت لناس ما بتفهمش في الزراعة ما بتعرفش في الزراعة النهاردة المواد المسرطنة اللي بتخش بتخش النهاردة الرزعة بتحطوله مادة النهاردة بتخلي الحباية بتكبر فوق حجمها وطبعا ده أدى إلى أمراض وفشل كلاوي النهاردة الناس هجرت الأرض النهاردة الفلاح النهاردة عاد بيجيب تاخد منه الأرض عاد بركب توك توك بركب عربية تحول لأي مهنة تانية فالنهاردة كان زمان أنا أبويا فلاح كان النهاردة أبويا لما كان يمشي كده على الطريقة أو على جسر الأرض كان النهاردة الرز لما يحمر الرز لما يحصل له حاجة كان النهاردة يقابل فلاح زميله أو صاحبه أو جاره في الأرض يقول له يا عم الحج الرز مغير يقول له خف المياه شوية لا ادي لك ماهو ما عرفش نوعه إيه النهاردة الأصول دي ما عليش انتهت من هذا العصر أنا أرجو أن الدولة تبص للفلاح تاني والفلاح دي أنا باعتبره عمود الخيمة في مصر الفلاح انت شايف فندم ان هو لم يهجر أرضه من فراغ ولكن بسبب الضغوطات مزبوط الضغوط اللي عليه النهاردة الفلاح النهاردة اللي هو كويس ولسه ما عندوش مهنة غير دي بيضطر يأجر في الدم بخمس سيب تلاف جنيه النهاردة ما بيزرع ما بيطلع لهش تلات تلاف جنيه بيطلع الزارعة بيديها لصحب الأرض والنهاردة بيجيب لأكل عياله النهاردة جيب له رز جيب له قمح فالنهاردة دي معادلة مش مصبوطة فالنهاردة الدولة المفروضة انها توفر سولي الفلاح عشان ما يبيعش بحصوله بأرخص الأتمان وده دور الدولة والدستور بيقول كده الدولة مكفولة بكل فلاح الفلاح الصغير المفروض ان الدولة تعمله على أقل دمال اجتماعي والنهاردة الدولة المفروض تحميه فطبعا هذا دور الدولة الذي يمثل فارقا بين المرشح والمرشح الآخر هو برنامجه الانتخابي في بعض المرشحين طبعا بيحطوا سقف عالي لبرنامجه الانتخابي ورفاهية لن تحدث ولو بعد عشرين عاما من المؤكد ان برنامجك الانتخابي هو نفس برنامج حزب الوفد ولكن اذا وضعتنا في بعض ملامح هذا البرنامج هنكون شكريا جدا هو حضرتك زي ما انت تفضلت هو كل انسان له ملامح في برنامجه ولكن انا ليه برنامج لا يختلف كثيرا عن برنامج الوفد والنهاردة بنقول احنا بنتخاط بنتكلم مع الناس وبننزل للناس على الارض وبنقولهم برنامج وبنقولهم حلول ويعني انا كمرشح وفد بنزل وانا يمكن من المرشحين مش عايز اقول الاوحد ولكن من بعض المرشحين اللي بتنزل على طول الناس وبتتكلم في مشاكلهم وفي اوجاعهم انا النهاردة شايل لبلدي وشايل لديرتي وشايل لمصر كلها برنامج محترم لا يختلف كثيرا عن برنامج الوفد انا النهاردة لما اجيب اتكلم انا اول ما بتكلم معهم بتكلم معهم في جزئية دايما بيقولك المجلس ده مجلس تشريع ومجلس رقابي طول عمر المجلس تشريع ورقابي ولكن كانت تستخدم التشريع كان بيستخدم على الاهواء كان حزب اوحد لحكومة موحدة لمجلس شعب موحد بتملأ عليه التشريعات بتناقش بطريقة معينة فما كانش بيجي في صالح المواطن ولكن هذا المجلس اللي هيجيب نواب محترمين هيكلموا في تشريع هيبقى التشريعات النهاردة بتنزل التشريعات دي قاعدة اجتماعية التشريعات دي بتنزل بتتناقش في مجلس قد يكون التشريع واخد قوة وقد يكون التشريع واخد ضعف احنا في اللجنة التشريعية بتناقش في هذا التشريع بنقول ايه النهاردة ما نقول الدولة تلتزم الدولة تلتزم بالتأمين الصحي لكل مواطن النهاردة الدولة تلتزم انا في رأيي كم رشع حزب الوفد رمز النقلة ان كلمة تلتزم كلمة وطاط احنا نقول ونقول لللجنة التشريعية ادي سأف عالي للتشريع وقويه نقول الدولة ملزمة اذا ان الملزمة فعل امر على الدولة عندها في اسمع عن دياش فهناك فقرات ما بين السطور في التشريعات بتأدي إلى إن الشعب بيستفيد وفيه التشريعات بتبقى هابطة فإحنا بتسقط فإحنا بنقول وترجع التشريعات تتركب على قاعدة قانونية فإحنا بنقول بنأمل إن يكون فيه نواب فاهمين وعارفين لأنا عايز نائب يقعب من 10-12 ساعة موجود في المجلس يرائب حاجات الشعب وتشريعات الشعب تفسي لو 10-12 ساعة في المجلس يبقى مش ينزف مع الناس لا حضرتك التشريع أهم من كل شيء هو له النهاردة بنزل نهاردة 12 ساعة ما هو ينزل برضو دائرته ويحمل هموم الناس ويفرغها في كل الوزرات من كل المشاكل صرف الصحي كهرباء مية طرق علاج النهاردة النائب النهاردة يعني معلش يعني المفروض يبقى يحضروا انصراف في المجلس مش النهاردة ناخد عضوية ونطلع من الباب الخلفي على المطار النهاردة ويطلع فرنسا وأمريكا وياخد رخصة الشعب اللي اديه له لأن احنا نواب خدامين الشعب أنا قبلت ان انا اشتغل خدامة على الشعب وعند الشعب وقلت ان انا بعد مجر الشعب يبقى انا اكون تحت امر الشعب والرخصة دي مش بتاعتي انا اوخدها منهم منحة خمس سنين فالمفروض ان انا بقى موجود ومتواصل معهم في مشاكلهم أنا النهاردة الرقابة كانت بتستخدم غلط النهاردة الرقابة في منظور واحد زي مفوت شهاب مرشح حزب الوفد هي مش اننا اخد مشروع من مكان اوديه مكان ده مش دوري انا دوري الرقابي من ميزانية الدولة الاخر مؤسسات الدولة وانا بلخص موضوع الرقابة في انها مراقبة فنية ومراقبة مالية اللي كان بيحصل في السابق ان النهاردة بصفة ان الحزب حزب اوحد وحكومة موحدة كان اللي بيحصل ان النهاردة بنزل على المحافظ مرشح الحزب الوطني اوناب الحزب الوطني ياخد في الدايرة 7 مشاريع 10 مشاريع 15 مشروع على قد ما بينزل والنهاردة بيعمل تقلص فاتورة انتخابية البلد دي مقفتش بعافة الانتخابات اخذ المشروعات دي بلد تاني طبعا ده كلام غير صحيح وكلام مفروض ما يتمش انا دوري كمرشع حزب الوافد مفيد شهاب انا بقول انني دوري في هذه القصة برقبة فنية ومرقبة مالية انا النهاردة اشوف الميزانية نزلة بكم مليون اشوف البلاد اللي عندها مشاريع النهاردة ادى اولويات النهاردة اشوف الملاقصات تتعاملت صحيحة بفئة شفافية اذا كانت الفلوس اتصرفت على الارض الحمد لله ما اتصرفتش هناك فساد اظهره طيب انا مش فني انا راجل محاسي استعين بمهندس فني في هذه القرية واقوله دي بلدك والبلد ادتك فلوس اقف على المشروع وشوف الاقطار شوف الاطوال لو مشروع صرف صحي شوف اقطار البيارات وشوف لو فيه فساد قولي لانه هو ايه بأمن من اي حد على بلده كل واحد اختصاصه فنية انما عدو مجل الشعب ممكن ما يفهمش في الفنيات يستعين بفني النهاردة انا عندي للصحة الصحة النهاردة حضرتك مهملة النهاردة بنية المستشفيات بالمليارات والجنيات على مستوى الجمهوري النهاردة مفيش فيها لا فيها معدات ولا فيها اطباء ولا فيها ممرضين كل هذه المستشفيات اللي بنية بالمليارات والجنيات انا عندي حال للدول انا عندي حال للدول النهاردة للشائل الدولة في مصر مين وزارة التعليم العالي بما لديها من مراكز طبية عالية الطوارئ ومستشفات الجامعة في كل المحافظات طيب النهاردة وزارة الصحة ووزارة ما بتشتغلش عندها ضعف عندها فساد المفروض ان هي النهاردة لو وزارة التعليم العالي وهذه المستشفات الجامعية والطوارئ شالت ايدي عن الشعب المصري نص الشعب المصري هيموت فالنهاردة بنقول النهاردة عايزين نائب يتكلم يدي طلب احاطة لاسع يدي سؤال لوزير الصحة اين انت من صحة المواطنين لانه برضو الدستور بيقول كده بيقول الدولة مسؤولة ومكفولة عن صحة كل من قادم فالنهاردة اذا احنا فعلنا الدستور هنرتاح والدستور ده حجة شعب اداها للدولة وانتخب وقال الدستور ده هو مشروه فالنهاردة النائب هو اللي هيفعل الحاجات دي انا عندي حل للصحة طيب النهاردة ليه الصحة زي ما كان بيعملوا حاجة اسمها في المجال السباب المتخصصة كان بيعمل حاجة اسمها اقرار نافة الدول الاقرار ده كان بيجي مستشفات عامة ومستشفات خاصة طيب ليه النهاردة ما وسعش القاعدة شوية والنهاردة اعمل قانون محترم واشرك القطاع الخاص اللي لوه مراكز طبية محترمة تحليلات اشاعات والنهاردة المواطن البسيط بيروح مستشفى شربين العام او مستشفى بساط يقول له حل مستشفى بساط مفيش في احد هتخلينا في المستشفى العام مستشفى العام يقول له حل البرة اعمل لي الاشاعة دي برة طيب اعمل فين الدولة بقى النهاردة الدولة تعالي هات القطاع الخاص والشركيه بعقود محترمة وهو عنده مراكز طبية هو النهاردة بيعمل الكشف بيعمل التحليل بخمسمة جنيه او بيعمل الاشاعة بخمسمة متين جنيه طيب انا ممكن الدولة تعمل شراكة هو هيكسب والدولة هترايح دماغها والمواطن يتعالج صح ازاي النهاردة لو عمل قانون محترم واشرك والزم القطاع الخاص بما لديهم رجل طبية حلوة ومتخصصة الاستفادة من الجانبين برده تمام الاستفادة من الجانبين النهاردة اعمل تذكرة من المستشفى اقول له خد يا مواطن روح المركز الطبي الفلاني هيروح هناك هيبقى التذكرة بمية جنيه بخمسين جنيه هو النهاردة لو عمل مية تذكرة في اليوم في مية جنيه عمل عشر تلاف جنيه هو هيروح له في اليوم تلاتة بخمسمائة جنيه بألف ونص يبقى ازاي هو استفاد هذه الحلول لا تتم الى بنائب يطلب من وزارة الصحة هذه الاشياء خلينا بقى نستكمل بقية ملامح هذا البرنامج ولكن هختم بكلمات حضرتك وهطلع لفاصل بكلمات حضرتك بان النائب لا بد ان يكون في خدمة المواطنين وهذا هو الشعار اللي كل المرشحين بياخدوه ولكن لا بد ان ينفذ لا بد ان يكون ليس شعارا فقط ولكن يتم تنفيذه على ارض الواقع مشاهدين الكرام هنطلع فاصل نرى مطالب المواطنين من البرلماني اللي هيمثلهم في برلمان 2015 ونعود لاستكمال حدثنا من هنا من محافظة الدقالية بالتحديد من دائرة شيربيين مع الاستاذ مفيد شهاب مرشح حزب الوفد عن هذه الدائرة